الحاجة التانية برضو اهتماماته بالالعاب الفردية لعبة الاسكواش في مصر هو برضو من ضمن الناس اللي كانت في بداية اللعبة دي بدأ يأسس لها في مصر شفنا على سفح الهرم وشفنا في الغردقة ملاعب الاسكواش وهي كانت منصوبة وموجودة علشان اللعبة دي تبدأ تنتشر دلوقتي ما شاء الله بنشوف مصر وهي بتحتل المراكز الاولى في الترتيبات العالمية في لعبة الاسكواش هو كان ليه او صاحب الفضل برضو في تبني الفكرة دي زي ما اقول لحضراتكم كان ليه افكار بناءة كبيرة زي ما احنا شافين قدامنا ده كان العزائم بارح بارح كان فيه اعداد كبيرة كانت موجودة كان على رأس الحاضرين كان الكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رحلة عمر ورحلة صداقة طويلة مع الاستاذ ابراهيم حجازي استاذ ابراهيم حجازي مبارح كان فيه عدد كبير جدا من الحضور كان كل اللاعبين زي ما اقول بالوانهم باختلافاتهم اهل زمالك اسماعيل كل الوسط الاعلامي كل النقاد كل الكتاب عدد كبير لما تشوف المشهد ده اكيد الناس كلها كانت بتحبه وزي ما اقول لحضراتكم انا كنت اعرفه على المستوى الشخصي كان انسان محترم جدا كان محب للناس كلها كان بيساعد الناس كلها وزي ما احنا شايفين كابتن محمود الخطيب كان مبارح على رأس الحضور ومبارح النادي الاهلي كمان نزل ناعي النادي الاهلي والمدير التنفيذي ومجلس الادارة وكل قطاعات النادي الاهلي مبارح كانت بتعزي اسرة الراحل العظيم الستاذ ابراهيم حجازي زي ما اقول لحضراتكم افكاره كانت موجودة بشكل كبير في الاعلام الرياضي الاعلام الرياضي اللي احنا محتاجين دلوقتي ان احنا نشوف الافكار دي موجودة موجودة علشان تعيش ما بيننا زي ما احنا شايفين دلوقتي دي كانت صلاة مبارح صلاة الجنازة ابنه مندو وهو بيصلي عليه مندو او محمد ابراهيم حجازي واحد من اللاعبين برضو اللي زاملنا وكان موجود معانا في النادي الاهلي وصاحبنا عدد كبير جدا طبعا مجلس ادارة النادي الاهلي كان متواجد مبارح الكابتن حسام غالي دستاذ طريق انديل الدكتور محمد سراج مش عايز انسى حد عدد كبير جدا من النجوم كانوا موجودين مبارح وشاركوا في تشييع وثمان الراحل العظيم ابراهيم حجازي وزي ما احنا شايفين اللقطات دي اشتركوا في القناة